وهنا في قصة وجودهم في سينة وصلهم هناك مع النبي موسى في روايتين حكم على موسى اللي يدخل أرض المعاد يراها ولكنه لا يدخلها من دخلها هو يرشع ابن نون هو الذي قاد الشعب ششوىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أعطيني الكتابات إليزا أعطي هذه 5 الكتابات في عرق المنطقة من التسلل الذين يقوموا بنا والحقيقة الاثنين غلط لأنهم لا دخلوا تسلل ولا دخلوا عنوى ولا أباد ولا أي حاجة من دي لأنه في زمن النبي موسى ما كانوش عطيبوا المنطقة دي أبدا هم مجوش المنطقة شمال جزيرة العرب لسوريا التاريخية إلا في عصر البطلمة لما دخلوا في ديل الاحتلال ده وكانوا مستشاريهم في الاحتلال ده إنهم قدموا لهم المعلومات اللي ساعدتهم يحتلوا المنطقة ويفككوا الجيش المصري وهنا الكاتب ما وقفش عند النقطة دي ولا أقدم أي تحليل أو دراسة فيها ومرت مرور الكرام موسيقى